مولودية العلمة تنقل إلى قسنطينة من أجل تأكيد سلسلة النتائج الإيجابية والشباب من أجل الإقتراب من مقدمة الترتيب هذا هو أنوان اللقاء الذي شهد كذلك تنقل أنصار مولودية العلمة يمنعب عن مالك البداية كانت قسنطينية في هذا الأخذ ورد وتنتهي بقذفة ناصري التي جنبت القائم مولودية العلمة يرض بعد ذلك في هذا الوجوم لرقاد بورنان نحية بنزينب في هذه التسديدة لكن جانبية ثم رق نيالي شباب قسنطينة عن طريق مججوج وقريش برأسية في رأس المدافع والعارضة والكرة هنا في أخذ ورد بين دفاع وهجوم شباب قسنطينة بعد ذلك هجمة أخرى لصالح مولودية العلمة عن طريق دائما نفس اللعب بنزينب الذي كادا يباغب طبال هنا الشباب بعد ذلك في هجوم آخر عن طريق فرش العوني ناحية قارة هذا الأخير يروغ لكن خارج مرمى صحراوي ينتهي الشوط الأول على نجة تعدل سلبي صفر مقابل صفر مع بداية المرحلة الثانية الشباب يفرض سيطرة شبه كلية ويتمكن من وصول إلى شباك صحراوي عن طريق جفان في هذه التسديدة القوية وكان ذلك في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني هدفهم اهتز له ألاف الأنصار اللي نتنقل إلى ملعب بن عبد الملك الشباب يحاول الضغط بعد ذلك ويستفيد من ضربة جزاء بعد لمسة يد أحد المدافعين هو مدافع بن عبد الله وهذه الإعادة والخطأ يكلف بن عبد الله بطاقة صفر أشهرها الحكم بوستر فرس العولي يتولى التنفيذ وبنجاح منضيا الهدف الثاني لصالح شباب قسنطينة وكان ذلك في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني وهدف فلاحي في رد فعل وتسديدة قوية لكن فوق مرمى طبال يصبح اللقاء هجمة بهجمة وهذه لصالح شباب وفرس العولي برأسية لكن فوق مرمى صحراوي ثم لصالح شباب دائما وقارى بتسديدة قوية لكن فوق مرمى الحارس صحراوي هذا اللعب قارى على الصورة ثم بعد ذلك مدد العلمة في هذا الهجوم وبرنان بتسديدة قوية وتبال ينقذ الموقف لصالح العلمة دائما خلال نهاية الشوط الثاني وتسديدة بنزيل بيحولها بقبال إلى رقنية ليعلن الحكم بوستر عن انتهاء ذلك بتفوق شباب قصنطينة بهدفين دون مقابل أمام مولدية العلمة